بينما يتخبط العالم في أزمة أوكرانيا ولا يجد مفراً من أزمات غذائية واقتصادية مستشرية يبدو أن حلقة الصراع الغربي الروسي في طريقها إلى توسع قد يفضي إلى حرب عالمية شاملة بمعناها الضقيقة والتي تتضمن تحالفات متناحرة تماماً كما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية فنلندا دولة مسالمة في أقصى شمال العالم لا يكاد يعرف عنها سوى قوتها الاقتصادية وتعليمها المتميز وارتباط اسمها بإحدى مركات الهواتف غير أن موقعها على خريطة العالم ربما لا يبشر باستمرار واقعها الحالية وذلك بعد قرار هليسنيكي تقديم الطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد 75 عاماً من سياسة الحياد بين الغرب وروسيا بعدما كانت دوقية كبيرة في الإمبراطورية الروسية مدة 108 أعوام في حين كانت جزءاً من السويد لما يقرب من 600 عام قبل ذلك الخطوة الفنلندية الخطيرة جاءت بالتوازي مع تحرقات مماثلة في مملكة السويد التي تتطفق مع جارتها فنلندا على ضرورة إنهاء سياسة الحياد وهو أمر يتوهم من يعتقد أن روسيا ستقبله ببساطة وذلك وفقاً للخارجية الروسية التي شددت على أن انضمام البلدين إلى الناتو سيفرض واقعاً عالمياً جديداً ولن يعزز من أمنه لسينكي وستوكهولم وهو ما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخطأ الكبير خطأ يعني توسعاً عسكرياً للناتو وتضييقاً للخناق على روسيا التي ستجد نفسها محاصرة من دول معادية على حدودها وواقع الحال يشير إلى سزاقة الغرب في انتظار نتائج مختلفة في كل من فنلندا والسويد حال اتباع سياسات مماثلة لما اتبعته أوكرانيا لأنه من غير الصعب توقع ما سيفعله الروس الذين قد يضيئون سماء فنلندا بنيران الحرب بدلاً من أضواء الطيف الشمالية قبل أن يستمتعوا بمعجنات القرفة السويدية في أحد مطاعم استوكهولم